تعالوا نتابع معكم هذا التقرير رحلت سيدة القصر الأشهر حول العالم وأقدم ملكة على وجه الأرض صاحبة الأرقام القياسية في سنوات الجلوس على عرش بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية التي ودعت العالم اليوم عن عمر ناهز 96 عاما عقود طويلة فوق عرش بريطانيا حملت العديد من الأرقام القياسية التي جعلت من إليزابيث الثانية ملكة متفردة تولت إليزابيث الثانية عرش بريطانيا منذ أكثر من 70 عاما متخطية الرقم القياسي السابق لجدة جدتها الملكة فيكتوريا التي استمرت فترة حكمها 63 عاما و7 أشهر ويومين زارت إليزابيث الثانية بصفتها ملكة أكثر من 100 دولة وهو رقم قياسي آخر لم يحققه عاهل بريطاني وذلك قبل أن تتوقف عن جولاتها الخارجية في عام 2015 عقب بلوغها عامها التاسع والثمانين وخلال فترة توليها العرش قامت الملكة إليزابيث الثانية بحوالي 21 ألف التزام رسمي وأعطت الموافقة الملكية لنحو أربعة آلاف مشروع قانون وأقيمت تحت إشرافها أكثر من 180 حفلة استقبال في قصر باكينغام وعاصرت الملكة 15 رئيساً للوزراء بداية من وينستون تشيرشيل عام 1952 وصولاً إلى ليز تراس ومن بين أرقامها القياسية الملفتة أيضاً أنها التقت بثلاثة عشر رئيساً من الرؤساء الأمريكيين الأربعة عشر وذلك منذ هاري ترومن إلى جو بايدل ليس هذا فقط بل كانت الملكة إليزابيث الثانية أول عاهل بريطاني يزور الصين عام 1996 وأول ملك بريطاني يلقي كلمة أمام مجلس النواب الأمريكي بعيداً عن الأرقام القياسية تحمل حياة الملكة إليزابيث الثانية العديد من المفارقات الغريبة التي لم ترتبط بأي حاكم آخر فقد تناولت السينما والدراما شخصيتها في مئة عمل فني أشهرها في المي ذي كراون والملكة ورويال نايتاوت كما كشفت إليزابيث عن والعيها بالفن عندما شاركت في المصرحية الكوميدية جيمس بوند مع دانيال كريج عندما استضافت لندن أولمبياد 2012 موسيقى موسيقى موسيقى